الايام اللي فاتت كانت شخصية علا عبدالصبور واللي قدمتها الفنانة هند صبري في مسلسل البحث عن علا ترين طبعا ناس كتير جدا اتفعلت مع الشخصية وتفاصيل كتيرة في حياتها وكان من اهم الحاجات اللي لفتت نظر الناس في الشخصية انها كانت دكتورة صيدلانية ولكنها حاولت الكارير بتاعها وعملت مشروع خاص لانتاج الكريمز وكمان مستحضرات التجميل دفتنا النهاردة هي شخصية بتجمل شخصية علا عبدالصبور فانها هي كمان دكتورة صيدلانية ولكنها قررت انها تركز في مجال التجميل مش بس كده بتدي كمان كورسز انلاين للناس اللي عايزين يتخصصوا في المجال نورنا النهاردة الدكتورة الصيدلانية سارة سالم ازاكي سارة؟ الحمد لله بخير الحمد لله زي الهول اول حاجة عايزة عرفها ازاي ابتدتي من انتي من صيدلانية الواحدة على الانستجرام ببيج بتدي نصايح معينة اول حاجة انا اصلا من انها صغيرة بحب قوي مجال التجميل وكنت بجرب بقى الحاجات بتاعت ماما والكريمز واللوشنز والحاجات دي كلها خلصت السنوية عامة دخلت بقى صيدلة ومعنديش اي بلانز يعني هي مجموعي جاب كده خلاص ماشي خلينا صيدلة بس اول طبعا صيدلة صعبة جدا اول سنة وتاني سنة محبطة جدا مش عارفة اعمل ايه مش عايزة اكمل اصلا بس في سنة تالتة بقى بدأ بقى ايه يظهر بقى شوية نور كده ان انا في حاجة بدأت احبها وبدأت بقى اخد كورسة عشان افهم موضوع اكتر ولما روحت اتدرب اصلا في سيدلية يعني كان سيدلية كدورين كده فوق الادوية وتحت التجميل كنت في مجال عارفة على طور بزبط كده طب طلعي طب شوفي الادوية لا ايه جميع خلاص انا هفضل هنا بس وحبيت قوي المجال لما حد بقى بيدخل بعد بقى رشح له منتجات وحاجات فمن هنا بقى بدأت الموضوع وبعد ما اتخرجت طبعا برضو قعدت كده اشتغلت في كذا مجال ماركتينج وسيلز وبعد كده ميديكال انشورنس وعمل بقى خبط لا اجمع فيه حاجة انا كنت بحبها لازم ارجع له بس ومن هنا بقى بدأت صفحة الانستجرام بس ما كنتش عارفة ازاي فعلا بدأت الانستجرام وبعد كده بدأت عمل بقى الانلاين كورسز وكده والحمد لله بقى هكامل في موضوع ده ان شاء الله اينا وعيت الفيديوز اللي انت بتقدميها للناس ان هما يتعلموا اول حاجة انا اصلا كان هدفي اننا يعني الاخطاء اللي اننا لقيت فيه اخطاء منتشر كتير جدا على سوشال ميديا وما فيش حد بيواعي الناس قوي يعني الناس مش متخصصة تطلع تقول حاجات طويل يعني غالبا بتبقى غالط ممكن تدور الناس قلت لأ انا فيه كده يعني فيه دور انا لازم اعمله ومن بلقت بقى الموضوع من انا بصلح الاخطاء والناس طبعا الحمد لله عجبها الموضوع ده جدا لان لقوا المحتوى مختلف وحولت ان انا ما خليش المحتوى مملة قوي يعني اعمل قدمك كده بين العلم وبين ان انا برضو اخلي المحتوى لايت وخفيف فالناس الحمد لله عجبها الموضوع ده انا عايز اقولك ان الابرة دي عندي انا شخصية يعني ما فيش بنت وعندش الابرة بجد هيكت عندنا كلنا والبرضو انا اكتر حاجة ساعدت ان انا جربت على وشي كتير قوي وعرفت بقى المواد الفعالة ايه الحاجة اللي ممكن تضر ايه اللي ما تضرش الابرة دي طبعا عملت لنفسي حاجات قوية غلط في وشي وفعلا فعلا يعني دي اكتر حاجة ساعدت ان انا جربت على وشي كتير قوي كمان كان فيه فترة من حياتي كان عندي حب شباب كتير جدا فالهو انت بشرتك هيدا او من الحمد لله بقى زبطتها الحمد لله زبطتها بس فعلا الفترة دي بقى كنت بروح لدكاترة ومش عارفة اعمل روتين لبشرتي ادخل الصيدلية مش عارفة اشتري ايه وبرضو الناس اللي في الصيدلية مش متخصصين قوي قلت لأ انا من ساعتها بقى دي برضو حاجة ساعدتني ان انا يعني امشي في المجال انتو انتو بتدرسوا في الصيدلة هل انتو بتتعلموا موضوع التجميل ده او موضوع البشرة ولا انتو بتبقى مثلا ادوية بس لا لا اكيد طبعا اصلا من بدايتها من سنة تانية تقريبا بنبدأ بقى نعمل كريمز ونعمل اه انتو تعاملوها بقديكم بالزبط احنا في الجامعة اصلا بنتعلم الحاجات دي دوزتش فورمز برضو في القسم اللي اصلا يعني بيدرس الحاجة دي اسمه فارماسيوتيكس اللي هو الصيدلانيات فاحنا اصلا بنتعلم الحاجات دي كلها سنة تانية سنة تالتة بناخد كمان كوزماتيكس يعني الجامعة مش بتسيبنا كده خالص لا بيدونا كل حاجة بس طبعا بعد التخرج بنطور بقى من الموضوع وبناخد كورسز وبنشتغل على نفسنا عشان برضو نعرف الابديتس يعني كل دقيقة بينزل اصلا سينتيفيك بيبر او بينزل بحث جديد في المجال اكيد طبعا يعني مثلا طول العشر سنين الفاتت يقولوا فيتامين سي بتحط الصبح بتحط بالليل بس دلوقتي يا لأ اكتشفنا بقى مع البحث الجديدة لا فيتامين سي ممكن تحط الصبح برضو كانوا بيقولوا ما يفعش ترتيب البشرة الدهنية بشرة الدهنية بتترتبش عشان اطلع حبوب لأ دلوقتي يا لأ عادي فيه انواع معينة من المرتبات تكون خفيفة جدا تنفع البشرة الدهنية عادي فبردو احنا خدنا كل ده في الجامعة بس بعد بقى الجامعة بنبدأ ان احنا نطور من نفسنا اكثر عشان نعرف الابديتس وكل الحاجات الجديدة طيب انا عايزة اعرف انت بتاخدي بقى كورسز بعد ما خلصت صيدالة ولا انت اكتفيت بدرستك انا خدت كورس واحد بس وانا في تالتة صيدالة ده اللي يعني فتح لي المجال كده وبعد كده بصراحة كملت يعني حزيت ان اكتر حاجة هي فدتني هي الصيف لرنج وانا انا اتابع الابديتس وارباء سانتيفيك بيبر بالذات يعني ان انا كنت في جامعة اصلا كلها بقى ابحاث وكلها حاجات كده فاوريدي احنا اصلا متعلمين ازاي نعمل سيرش اصلا دلوقتي بقى الحمد لله انا انستركتر اصلا بدي كورسز للصيدالة اونلاين كوزماتيكس اه انت بتديه للصيدالة مش بتديه للبني ادمينا اللي زينا اللي ما يعرفه لا بتديه للصيدالة وكمان معي دكتور صاحبتي ده هي دكتور اي احنا عاملين الكورس ده حتين مع بعض انا بدي قسم اللي هو جزء التجميل وهي جزء الادوية بس والهدف بتاع الكورس بتاعنا ان احنا نخلي الصيدالة اللي يعني هل يتخرج من عندنا يكون professional pharmacist وان احنا نعلمه سكلز تفيده في شغله ومش ان احنا هنعمله كستودينت لا احنا هنعلمك حاجات تفيدك في شغلك وتخليك تباس اي انترفيو تروحها الناس اللي بتكون موجودة في الصيدالة احنا عارفين طبعا في قسمة للادوية وبيكون فيه كمان قسمة لمستحضرات التجميل وميكوب وشعر وكريمز للوش والجسم وكل حاجة دول بيكونوا صيدالانين برضو هو فيه ناس بيكونوا مش صيدالة لخالص بس متخصصين في المجال ودرسين وفيه ناس بيكونوا متخصصين في التجميل يعني السوبرفايزر بتاعهم بيكون لازم يكون صيدالي هو اللي بيعلمهم وهو اللي بيكون الانستركتور بتاعهم بس بصراحة انا بعد ما خلصت الصيدالة وبعد ما اتخرجت وقلت لا انا لازم اعمل كده زي merge او admic بين الحاجة اللي انا بحبها وبين دراستي يعني ما حبيتش انا كامل في موضوع الادوية قوي حبيت التجميل اكتر احنا عارفين ده من الاول بقى خالص مش حبة الادوية من اول يوم لا خالص طيب ايه اكتر اسئلة قامل او شائعة بتجيلي كتير من الناس زي ما قلتلي كده موضوع اللي هو ترتيب البشرة الدهنية انا ما فيش ولا مرتب نفع معي مش عارف ايه الكلام ده كله رشح لنا حاجات خفيفة رشح لنا مش عارف ايه التفتيح طبعا احنا عندنا للأسف في الوطن العربي اللي هو موضوع التهوس التفتيح ده فبرده دي من اكتر الحاجات اللي بتجيلي فانا بقى بحاول اقول لهم نصايح تخلينا اصلا ما يحصلش اصلا السمرار يعني مثلا السام بلوك مهم جدا في الصيف او في الشتاء برضو دي من الحاجات الشقيعة ان السام بلوك تحط في المصيف بس لا جميع بتحط طول السنة عادي بذات كمان ان احنا في الشتاء اللي هي الاشعة اللي بتعملنا تجاعد اللي هي الـ UVA بتكون في الشتاء عادي جدا فلازم نهتم قوي بالسام بلوك فلوهتمينا بالسام بلوك وبالترتيب وبشوية كده نصايح تانية خلاص مش رحصل بسمرار اصلا فعلشان نمنع الموضوع من الاول مش ان احنا بقى نستنى يحصل لنا مشكلة وبعد كده نبدأ نحلها طيب فيه ناس بتقول ان اشعة الشمس اللي هي بتاعت الشتاء بتكون اكشلي مفيدة لجسمينا وبشرتنا لكن هي المشكلة في اشعة الشمس بتاع الصيف كلام ده هيه؟ لا الفكرة ان فيه UVA و UVB UVA دي اللي هي مسؤولة عن الـ اللي هو يظهر بقى الرينكلز وبقى الفاين لايز والتجاعد والحاجات دي هي من الشمس؟ اه هي من الشمس والسنة طبعا بالزبط يعني بالزبط خلي نحط السنة على جنب كلنا بنجبر والـ UVB اللي هي مسؤولة عن البرنينج اللي هي اللي بتحرقنا شوية فالـ UVB بتكون اقوى في الصيف طبعا شدارك الحرارة بتكون عالية فالـ UVA بس طبعا لازم السام بلوك طول استنى والـ 50 بلاس بالزبط كده الاحسن هو يكون 50 بلاس بالذات ان احنا ميدل استرن يعني جلدنا مش فاتح قوي في بلاس هيكون حلو جدا لنا طب والـ sunblock بتاع الاطفال هو اللي احنا منقدر نستخدمه؟ لا الـ sunblock بتاع الاطفال ده physical sunscreen بيكون فيه physical filters يعني حاجات مش بتعمل حساسية فالأحسن الاطفال او مثلا الحوامل او الناس اللي عندهم اجزمة او بشرتهم حساسة يستخدموا physical filters لكن الناس اللي هم عادي احنا يعني منفيش اي حاجة من دول منستخدم chemical filters وبتكون حمايتها يعني احسن شوية الـ physical دي بتكون للاطفال بتكون يعني افضل احسن طيب دكتور قوليلي بقى الكحول اللي احنا ديستم تفرجين عليه الكحول اللي بقى كان يعني مدمر الناس جدا وكانوا دلوقتي مثلا اكتر الاسئال اللي بتجيلي يا دكتور احنا اشترينا منتج وجايين نقرأ الـ product اللي هي المكونات اللي عليه الـ active ingredient اللي عليه لقينا اول حاجة كحول طبعا نعمل ايه نرجعه اللي نعمل ايه طبعا الناس بتكون خايفة جدا لأي الفكرة كلها حتى انا ده وضحته في الفيديو ان فيه نوع من انواع الكحول اللي بتكون كحول دهن يعني كأنه بيرطب الجلد ما بيكونش ليه اي ضرر خالص لكن فيه انواع تانية من الكحول بتكون فعلا مضرة لو هي نسبتها عالية فالكحول يا جماعة مش مضرة خالص ما تقلقوش هي الفكرة كلها بس في النسبة واحنا قبل ما نعمل اصلا يعني قبل ما نستخدم اي منتج جديد انا دايما بنصح الناس ان هم يعملوا حاجة اسم اختبار حساسية يعني نجيب المنتج نحطه هنا في المكان دوت او عند الرقبة ونستنى 24 ساعة لو لقينا الجلد مثلا بقلونه احمر او ظهر اي حاجة او حكة او كده لأ خلاص بلاش نحن نستخدمه او نشوف نرجع للصيدالي او الدكتور علشان يقول لنا على بديل لكن لو المنتج تمام خلاص نفيش مشكلة فوارد ان اصلا فيه ناس يحصلها حساسية وارد ناس تانية يكون زي الفول منتج ما يحصل لهمش اي مشكلة منه طيب بالنسبة لفيتامين سي هو مهم للبشرة اكيد اكيد طبعا هو مهم مش بس البشرة على فكرة يعني فيتامين سي ده اهم حاجة في الحياة خصوصا لليومين دول بزياد بقى كورونا وكوفيد والحاجات دي كلها مهم جدا فيتامين سي للبشرة بساعد ان البشرة هو طبعا انتي اوكسيدنت فهو بيمنع البشرة من الاكسادة وطبعا برضو بيمنع تكسير الكولوجين احنا مثلا لما نقف الشمس او كده طبعا الشمس بتخلينا بقى تعجز وكده فلو حطينا فيتامين سي وبعده سان بلوك ده هيكون سينرجيستيك افاكت او هيساعد في ان هو يعني يعلي الحماية من الشمس فطبعا هو محلو جدا طب والفيتامين سي ده احنا بنحطه على وشينا ولا ممكن نشربه ممكن الاتنين مفيش اي مشكلة خالص انا بصراحة بعمل الاتنين بحب يحطه على وشي وبحب برضو ان انا اشربه وبرضو كان فيه ابحاث قارتها ان احنا بداية من 25 سنة يعني لازم فيتامين سي كل يوم لازم فيتامين سي بالليل ولا الصبح ولا الاتنين عادي ينفع الاتنين هو حسب النوع يعني فيه انواع بتكون نحطها بالليل بس بس دلوقتي ظهر طبعا انواع جديدة وظهر يعني زي كده تقنيات جديدة في المسارات التجميل يقدر نحط الصبح عادي مفيش مشكلة صبحوا بالليل عادي جدا وبعده طبعا سن بلوك لو الصبح طب وإحنا بنشرل فيتامين سي من الصيدلية فيه انواع معينة المفروض نبقى عارفين ان دي بتمشي مع وشينا ولا اي نوع فيتامين سي ممكن يمشي مع اي وش لا هو طبعا فيه انواع معينة بذات مثلا لو فيه نوع تقيل شوية فلا برشح بقول للناس لا ما تستخدموش حاجة مثلا نوع هتقيل شوية او فيه مرتبات زيادة لو بشرد وهنا هي معرضة للحبوب فلا فيه انواع طبعا مختلفة اهم حاجة زي ما قلت لك نحن نعمل اختبار حساسية لان فيه ناس برد حتى بالنسبة لبيتامين سي او طبعا اكيد اي منتج ورد نحن يعني حصلنا منه حساسية للأسف دي حاجة طبعا ايه بتكون يعني مش حلوة خالص مجال التجميل بس اختبار الحساسية يعني خلاص بيحل المشكلة دي فيه ناس بتمشي بمبدأ اسأل مجرب وما تسألش طبيب او انا مثلا استخدمت الكريم معين وابتدى وشي جلو او يعني ابتدى يبقى شكل حلو اقول بقى لصحبتي والمامتي والعملتي ده اكيد هتقول للناس كلها والعائلة كلها بس بب فبنقول مثلا الكريم ده او الفيتامين ده او الدواء ده سعيدني جدا ان هو مثلا يخلي وشي احسن او جلدي احسن او كده تفتكلي دي حاجة غلط ولا ممكن تمشي والله هي ممكن تحصل يعني ممكن تمشي عادي وفيه منتجات كتير انا برشحل كذا حد وبتنفع معاهم مفيش مشكلة بس للأسف ده ما ينفعش مثلا في الادوية وبرده ما ينفعش في المنتجات اللي هي تبقى ادوية بس طبكة يعني ادوية تتحطى على الجلد زي مثلا حاجات اللي هي في الصيدلية مش حاجات اللي في مصاريات تجميل ممكن يبقى تركزها عالي ممكن تعمل مشاكل لبعض الناس فانا بصراحة مش بفضل الموضوع ده خالص نسأل حد متخصص بدل ما نيجي بقى نعيط على بشرتنا بعد كده وهنزعل جامد يعني فانا رأيي ان احنا نسأل حد يكون فاهم في الموضوع يعني احسن طيب قولي لي بقى موضوع الهالات السودة الهالات السودة كلنا بنشتكمل الهالات السودة طبعا من قلة النوم وان احنا مش مزبطين بقى اللايف ستايل بتاعنا وبنأكل فاست فود وبننسى خالص الميا وبننسى الخضار والكلام ده كله بس طبعا الهالات السودة مش ده سببها الوحيد طبعا ممكن تبقى وراسية ممكن تبقى بسبب مثلا فيه تجويف في العين يعني حد مولود اصلا من هم اطفال هم عندهم التجويف ده وزي حاجة ممكن تتعالج حتى لو حد مولود بها ممكن تتعالج بالفيلرز يعني ما فيهش لكن ما فيهش حاجة تعالجها لا ما فيهش اي حاجة توبيكل او كريمز او كده تعالج الموضوع بالفيلر عند الدكتور موضوع ده بقى سهل قوي دلوقتي يعني فيهش مشكلة خالص ممكن برضو بس طبعا فيلرز دي مش للأطفال لا طبعا ما ينفعش احنا نتكلم في الناس كوه عشان انت قلت فيه ناس بتتولب بيها فبنشرح برضو ان دي مش حاجة يستخدمها بالضبط هي بيكون اصلا فيه تجويف قرادي يعني في التشريح بتاع الوش فبرضو ده سبب من الاسباب ممكن برضو جيوب الانفية الناس اللي عندها برضو جيوب انفية وعندها بقى الموضوع ده بيبوص خالص بقى في الربيع والحاجات دي الجيوب الانفية بتخلي الجزء ده كله فيه التهابات فبرضو بيخلي فيه شوية كده التهابات واستمرار في المكان دوت برضو ممكن بسبب الانيميا برضو عندنا يعني جزء كبير جدا من شعب المصري عنده انيميا فأول ما بنعالجها الدنيا بتحسن جدا جدا ممكن برضو بسبب الجفاف برضو احنا دلوقتي في الشتاء وجلدنا كله جاف والدنيا صعبة قوي فلو جبنا يعني كريم مرطب يكون لطيف قوي حول العين برضو الموضوع هيتحلق جدا طبعا فيه برضو وراسة برضو ده للأسف دي بقى من أصعب الحاجات للأسف ملهاش علاج موضوع نهاية تبقى هالات وراسية بس فيه بقى شوية جلسات أو كده بتتعامل عند دكتور يعني بس الكريمات ممكن تخفف بالنسبة بسيطة قوي بس الوراثية فعلا بيكون علاجها صعب لأسف أكيد طبعا آخر سؤال هسأله لك أنت المفروض أن أنت قريب إن شاء الله هتعملي براند جديد إن شاء الله ربنا يوفقك فيه طبعا هل الفكرة جات لك بعد المسلسل بتاع هيند الصبري ولا موجودة من بقى لها سنة الفكرة دي بس بعد المسلسل اتشجعت أكتر بجد ولا هقلت لأ أنا لازم براند زي عولا وإن شاء الله دلوقتي طبعا باخد كورسات لها في المجال ده علشان يعني أفهم أكتر برضو إحنا خدنا كل ده في الجامعة بس لأ بيكون محتاجين إن إحنا زي نريكاب أو نراجع على اللي إحنا خدناه ونشتغل أكتر بقى وكده بس فإن شاء الله بقى البراند هتكون قريب إن شاء الله وربنا معيك ومرسي قوي يا صورة على أن أنت موجودة معي النهاردة وأنا استفدت وأكيد كل المشاهدين كمان هيستفيدوا مرسي على وجودك بكده تكون خلصت حلقاتنا أشوفكم بكرا إن شاء الله باي باي